السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع مهم جدا خصوصا للأخوة الفرنين اللي يربطون أجهزة التكييف أهمية المكثف الكابستر أو الكنديسر وطريقة فحصة في أجهزة التكييف المكثف أو يسمى المتسعة وظيفته هو يسوي زاوية وجهك ربائية هذه الزاوية تعمل على مرور تيار كبير هذا التيار يساعد ملفات التقويم ملفات الستارتنج مات المحرك حتى يخليه يفتر أكثر يسوي عزم دوران أكثر وبالتالي يوفر العزم المطلوب لتشغيل الضغط أو المحرك نفسه وكذلك هذا المكثف يعمل على تحسين معامل القدرة بمعنى أنه يقلل من القدرة الغير فعالة ويزيد من القدرة الفعالة إلى Active Power ويقلل من التيار الذي يسحبه المحرك أثناء بدء التشغيل ويزيد من جودته هذه المكثف أو المتسعة يقاس بوحدة اسمها المايكروفاراد ويرمز لها بالرمز UF أو الرمز اللاتيني الذي يقرأ Immune طبعا هذا المتسعة ومكثف يختلف شكله حسب الشركة المنتجة وجسمه الخارجي يكون عادة المصنوع من مادة الألمنيوم أو الباكلايت المكثف المستخدم في أجهزة التكييف يكون أبارة عن نوعين أو يؤدي وظيفتين الأولى مكثف التشغيل أو يسمونه Learning Capster وهذا المكثف مصمم للتشغيل الدعم يعني طول فترة اشتغال مثلا المكيف يبقى هذا المكثف شغال وتكون ساعة المكثف للمراوح من 2 إلى 5 ميكروفاراد وللضواقط تكون من 25 إلى 60 ميكروفاراد أظن هذا المكثف يوجد منه نوعان المكثف أحد الساعة يحتوي على طرفين وأكو مكثف مزدوج الساعة يعني بيه ساعتين يحتوي على ثلاث أطراف طرف خاص لدخول التيار الكارنت وطرفين أحدهم يروح للفان للمروحة لتشغيل مروحة المكثف الخارجية وهذا يكون مربوط على ساعة الساعة الصغرى الأولى يعني قلنا مزدوج الساعتين والثاني يروح على ما يسمى بالHERM الخاص بتشغيل الضغط وياخذ السعر الأكبر مثل ما نشوف هذا الصورة هذا هو الكونديسر أو الكابستر أو المكثف وهنا نلاحظ القيمة هي 25 ميكروفاراد زاعة ناقص 5% وهذه هي نسبة للخطأ الفولتية التي يعمل عليها هو 450 فولت AC بتردد 50 أو 60 هيرتز النوع الثاني من المكثف وما يسمم بمكثف التقويم وهو بالانجليزي ستارتنج كابستر وهذا فقط في بداية تشغيل وهو مصمم لتشغيل اللحظي القصير لفترة تقويم الضغط فقط يعني في فترة تشغيل المكثف المكيف فقط بعدها يخرج من الدائر عن طريق ما يسمى بالفولتج ريلي يعني هذا فت سويتش يفصله وإذا بقى هذا المكثف لفترة طويلة قد يتلف طبعا يوصل بين طرفي هذا المكثف مقاومة قد يعني 15 كيلو أوم من أجل أنه يمتص الشرارة الناتجة من التوصيل من توصيل وتوصيل وفصل أطراف الفولتج ريلي احنا قلنا الفولتج ريلي هو عبارة انسويج بعد وقت معين يفصل هذا المكثف لكن أحيانا تحدث شرارة فهذا المقاومة وظيفته هو امتصاص هذه الشرارة حتى لا يتلف وحتى لا تصير مشكلة أكبر داخل دارة تشغيل المكيف كيفية فحص المكثف قبل الفحص يجب أن نعمل ما يسمى بالشورت أو الطبق بين طرفي المكثف بواسطة المفك الدرنفيس يعني من أجل تفريغ الشحنة المخزونة قبل القياس بعدها تجيب شن الجهاز لعدك أو ميتر أو أوفو ميتر أو ملتي ميتر وتخلي تدريجة هذا الجهاز على قياس رمز المقاومة وتعمل الآتي تضع أسلاك جهاز القياس على طرفي المكثف وإذا لاحظت تحرك مؤشر الأوم ميتر أو واحد هذه الإجهزة التي ذكرتها وعطت قراءة بالأوم مثلاً 10 أوم 20 أوم 50 أوم ثم بدأت تتزايد هذه القيم حتى إذا وصلت 5 أوم 500 أوم 700 أوم ثم بعد فترة تلاحظ على الشاشة يظهر لك رمز وهو معناته وهذا يعني القيمة عالية جداً فهذا يدل على سلامة المكثف بمعنى أنه هذا الكنديسر شغال ويشحم وإذا تريد تتأكد أكثر تعكس الطرفين وتعيد التجربة راح تلاحظ نفس الشي وهذا يعني أنه المكثف شغال بشكل طبيعي إذا إذا قرأ أوبل لوب يعني أويل مباشرة طلعت لك بعد ما ركبت أسلاك جهاز القياس على طرفين المكثف فهذا أما أن يكون المكثف ذو شحن سريع أو أنه تالف وبالتالي هناك طرق أخرى لفحص والتأكد من سلامة المكثف أما في حالة إذا لم يتحرك المؤشر لم يتحرك المؤشر أو لم يقرأ أي قيمة على جهاز الفحص أو أصدر طانين يعني كما يعني طانين أو أو صوت فهذا يعني أن المكثف تالف أما إذا أعطى قيمة مقاومة وثبت عليها مثلا بعد أن ركبت أطراف أجهزة القياس طلعت قيمة معينة للمقاومة مثلا 100 أوم 200 أوم وبقى ثابت عليها فهذا معناته أنه المكثف تالف إذا تم ربط أحد طرفين المكثف مع جسمه الخارجي وتم القياس وظهرت أعطى قيمة المقاومة يعني مثل ما في الحالة علىه أيضا رح يكون تعرف طبعا هناك طرق أخرى للتأكد من سلامة المكثف لكن هذا يعني أسرع الطرق وأيضا طرق مجدية ونافعة إن شاء الله إن شاء الله استفادته من هذا الفيديو بالأخير لا تنسون اللايك وشير وأسبسكرايب وشكرا جزيلا